خلينا نبدأ أنا وإنت بمباراكة مهمة ملينا كمصريين مباراة ليبر بول مع جلاسكو مباراة تاريخية لين بين فريقين على مستوى البريطانيا بشكل أوسع شفت المباراة دي إزاي وكانت أهميتها إيه لكتيبة يوجن كلوب وخاصة هنتكلم كمان على محمد صلاح وإحرازه هدف في هذه المباراة طمعا هي كانت مهمة لأن مشوار ليبر بول كان متعثر برضو في شامبينز ليج زي مشواره المتعثر في البريمير ليج كان ضروري جدا أنه يخد الانتصار دوت لحسن وضعيته في المجموعة أكتر وأكتر وعلى الأل خالص يكسر حدة التعصرات اللي آخرها كان قدام بريطان أهمية المتش ده بالنسبة لصلاح أنه هو كسر حجز صيام التهديف اللي كان مستمر معه لفترة وصل للهدف 35 في هدفين البريمير ليج المحترفين في الدورة أكتر أوروبا وبقاله هدف واحد فقط لغير دلوقتي عشان عاد الرقم دروكبا وبعدين سرجو أجويرو رقم أسطوري محمد صلاح هيبسم قريبا على رقم أسطوري باسم اللاعبين المحترفين في الدورة الإنجليزية ومساهمتهم الأوروبية شفت المتش نفسه المتش يعني سيرو كان خادع بعض الشيء برضو ليفربول ما قدمش النسخة القوية جدا في يعني أنا بشوف أن في مشاكل تاكتيكية كبيرة جدا ممكن يستعرضها زميلنا إن شاء الله محمد الباز بعدين بعد فقرتنا ما تخلص بس اللقص ده أقوله إنه ليفربول يعاني أنا مش عايز أستخدمه ككليشي بيتعاد ويتكرر مني كانت أهميته أكتر بكتير من كونه جناح فقط لغير مني كان بيحرر كتير من أفراد الفرقة ويبدو إنه التقدم في رمينو في السن وجودها بيقدش نفس الدور ونونز لسه بيتأقلم يعني ليفربول استغرق وقت كتير جدا دلوقتي احنا نتكلم في 8 أسابيع في الدور الإنجليزي 3 جاولات في دور الأبطال علشان يوصل لمعادلة قوية في خط الهجوم تخليه يفضل متميز في الحتة دي ليفربول كان بيداري مشاكل كتيرة بقوة والأجريسيف بتاعت خط النص بتاعت الهجوم وبالنجاح الهجومية بتاعت محمد صلاح وفرمينو ماني دلوقتي انت حطت الكرة كلها في ملعب محمد صلاح يصنع الفارق محمد صلاح بقى عادي بيتمسك دلوقتي بالطلالة الكلاسيكية يعني اي فريق هتحط له لعيب بالمواصفات دي وما فيش اي لعيب تاني يخف من عليه الضغط طبعا هيبقى سهل جدا للأكتراب الهجومية لتحته يعني برضو بتعطله بشكل كبير جدا حتى صلابة خط الدفاع في ليفربول ما بقيتش نفس قوة صلابة ليفربول في الموسم اللي فات الجائزة أفضل لعب المباراة اللي حصل عليها صلاح تدي له ثقف نفسه بترجع جزء من الثقف ومهم جدا وانا يعني كنت في الملعب وابقى حاسس لما بيكون فيه جائزة فردية وبجيب جون فده بتعالجه لحد كبير ولكن خلينا نتكلم ان مش محمد صلاح هي مشكلة ليفربول لكن مهم جدا ان كمان صلاح يبقى معنوياته ونفسيته مرتفعة بشكل كبير بالضبط وقبل ما انا اتطرق له هالند هالند مارس تأثير نفسي على صلاح بشكل ما وعلى كل نجوم الدور الانجليز اللي هما في الصف الاول لانه فجأة انت بتلاقي نفسك تسحب الضوء منك بشكل رهيب يعني يعني عحيانا بيبقى اللعب شتة الايجو شوية بيحصد فيها طبعا اقصب عنه خيرا اي اقصب عن اي حد بس اقصد الليفل ده من النجومية كابتن بيفرض عليك انه دايما انا حس ان انا متشاف او حس ان انا بقى اقدر بالشكل الكافي والحيط اللي بتفرق جدا عندي صلاح بالذات صلاح كشخص بيحب اوي يشعر بالتقدير الكافي ليه كليجند كأسطورة فلما فجأة وافد جديد يعني يعمل كل التغيير دوت في المعادلة الاعلامية ومعادلة الاسبوت ومعادلة البقاء تحت الاضواق في حين هو بيكسب وحنا بنخسر ومش عارف اركز في الصراع بتاع ليفر بول ومنشستر سيتي اللي انا شايف وبتفق مع نجم ارسنال الكبير ايان رايت لما قال انه الصراع طول السنوات اللي فاتت بين ليفر بول ومنشستر سيتي اثر على ليفر بول وما اثرش على منشستر سيتي يعني اثر على ليفر بول بالسلب لانه على طول الطرف اللي بيكسب هو منشستر سيتي يعني الطرف الملاحق هو منشستر سيتي مع حضرتك أنه كلوب يعني مش عايز أسميها شبع ألقاب ولا شبع بطولات ولكن بتحصل حالة أن أنا لما بحس أن فيه الأمور مريحة شوية وابتدى فرّت في نجم زيمانية وابتدى فرّت في ثوابت من ثوابت الفرقة بتفقد أحياناً الدافع أن أنت تكون شرس وده اللي حصل مع ليفر بوليساني على مستوى الدفاع كنا ويمكن أرنولد كانت على مستفهام كبير جداً فيه أداء على المستوى الدفاعي على مستوى الهجومي ولكن كان على مستوى الأداء الدفاعي يمكن أكتر شوية أرنولد اتحط في التشكيل كمان المثالية للجولة ديت كمان بنتكلم على عنصر مهم بنتكلم على المعنويات بنتكلم على العناصر اللي كانت أو مازالت مؤثرة على ليفر بول بنتكلم على الشكل الدفاعي والهجومي لأرنولد ومحمد صلاح بدوره فإيه رأي كمان في أرنولد ده يديله البوش اللي كان لازم علشان يرجع تاني المستوى هو الفاول اللي سجله بالذات بالطريقة دي وفي وقت مبكر من المباراة إحساس أرنولد أنه قادر على الحسم من جديد الإحساس دوت مهم جدا بالنسبة لأرنولد والنهار ده هو تلقى أخبار إيجابية تانية بإصابة كايل ووكر غالبا غيابه عن كاس العالم فغالبا أرنولد دلوقتي بيستعد أنه يكون بباك راية الأساسي اللي إنجلترا في كاس العالم بمنافسة ممكن من ريس جيمس بس أعتقد أن أرنولد هو اللي ممكن يحسمها ممكن تفيد فرق زي ليفربول متعسرة في الدوريات تستجمع تلتقط أنفسها زي ما التعبير بيقول من نقطة تانية مهمة يا كابتن ليفربول كله خسر بوضعية محمد صلاح الحالية برضو لأنه حاليا كلوب مش عارف يجاوب على سؤال مهم أنا هلعب محمد صلاح ثابت على الخط ولا هدخله جوه تاني ساكند سترايكر ويدخل يقرب منطقة الجزاء طيب أنا عايز يقرب منطقة الجزاء عشان يكون خطير لأن قوة صلاح دلوقتي مش أنه يبقى المزرانر زي ما بيقولوا كده أو أنه يجري من بعيد ويجري زي ما كانه هو صغير فأنا عايز أقرب منطقة الجزاء فمحتاج لعيبة فك الضغط ده يعني تتنقل الضغط برا صلاح ما أنت بتكلم خلاص أنه إزاي أدي لصلاح كل الحاجات اللي يطلع بها إمكانياته بالضبط ده مأثر على البكريت اللي تحت صلاح البكريت اللي تحت صلاح دايما بيلعب في مساحات كبيرة أرنود ممكن يفيدك في الحتة دي لو زي ما بيحصل السنين اللي فاتت كل تفاعل فريق المنافس متركز على صلاح في الحتة دي فأرنود بيلاقي مساحة يلعب عرضية ناحة تانية حتى تغييرت الملعب تغييرت الملعب بس لوحدها بتعمل فرق بين ليفر بول قدام فلما فجأة كلوب مش عارف يحل قصة أنه ما نمشي من غير بديل على نفس يعني ممكن لويس ديازي بأكثر يعني قدرة على الدريب الليرنج والطرق دي لكن أدوار مختلفة شوية عماني ماني بيفك الضغط عن السلاسي الأمامي كله ماني ياخد الكرة يحطها في رجل ويدرب ويدرب ويدافع ويهاجم ويعني بالبلد كهذا طلقت واحد مدافع يطلعه بالرجيم خالص خط الدفاع بتاع الفريق اللي قدامك بينقص بتبص لها محمد صلاح قادر أنه يوصل لمناطق قريبة في منطقة الجزاء مش ماني بس اللي بيعمل كده بس ماني كان واصل لحالة مثالية مع صلاح وفرمينه ولما جو تجي ركب في المنظومة دي كان مثالي جدا الموسم ده بشكل عام أكثر المراكز تضررا أنا بشوف أنه أرنلد وهندرسون اللي هو كان بيغطي تحت أرنلد فلسا أكلمك على سلاسة وصلة الملعب اللي كان من قوة كمان ليفر بول إنه عنده سلاسة قوي جدا التحول من الحلل في عالي لجومية كان بشكل أفضل من رائع ويعطاقت كمان من النقاط اللي فقدها ليفر بول هو سرعة استرداد الكورة أو الضغط العالي لاستحواز على الكورة أو يرجع الكورة في المناطق الخطر إيه المطلوب من ليفر بول ويورجن كلوب نقول لغاية كاس العالم يخلص وفيه الانتقالات الشتوية مين؟ أنت شايف من خلال خبراتك مين الممكن جدا يلعب الدور أو الحلل نقصة في ليفر بول يعني هو أنا شايف ثلاث أسماء ليفر بول بالفعل ارتبط اسمه بيهم بس هو أقل اسمي فيهم متهيالي هو اللي هيكون الأنسب يعني هو دلوقتي ليفر بول داخل جدا في جود بيلينج هام وريال مدريد داخل فيه فلوس كتير قوي فلوس كتير جدا وريال مدريد دخل فيه يعني لما ريد دخل فيه وهو عايز يلعب في ريال مدريد غالبا يعني وبدرجة أقل الصفقة بتاعت فرينك ديونج ارتبط اسمه حاجة بسيطة بيه ولكن اسماعيل بن ناصر أنا شايف أنه ده القطعة لنقصة اسماعيل بن ناصر لعب الميلان لعب الميلان يعني أنت عايز دلوقتي لعيب يرجع تاني أولا هندرسون مش قادر يديك مية في المية يعني فيزيكالي زي ما كان بيعمل قبل كده وراح اختيارك ككلوب للعيبة عندها الحتة بتاعت يعني أنه تياجو ألكنتارا بياخده كرة في رجله ويتحرك ريشة هو شبهه شوية يعني برضو بس عنده دوافع أو بيدافع بشكل كويس وبيهاجم بشكل كويس وعمل موسم رائع الموسم اللي فاتنا قبل التجديد مع برشلونة قبل التجديد مع برشلونة جافي كان اسمه مطروح بالنسبة لليفر بول وكان يورجين كلوب بالنسبة له جافي بيوفر له كل الحلول بيوفر له أنه هو بيجري كتير في نص الملعب التحاماته كتيرة صغيرة هيعرف يطوره مش هيلاقي مشكلة مع الرتم في البريمير ليج فكل دي الأسانة بس أنا حاسس أن الليفر بول دلوقتي مش محتاج أوى على صعيد الكواليتي لعيب زي جافي ولا لعيب زي فرينك دونج أنت محتاج دلوقتي لعيب ديستروير زي ما الكتاب بيقول يخطف ويباص يخطف ويباص يقوم موجود في كل حتة في الملعب لأن أنت دلوقتي عشان برضو الملعب وسع يعني مانيه لما طلع الملعب بتعليفر بول محس وسع ملعب كله وسع كل اللي بيدخل يهاجم ليفر بول بيلاقي مساحة كبيرة فبينه عشان تسقطه قدام متيبو وفندايك على سبيل المثال قدام فبينه بيلعب في مساحة كبيرة جدا سرعته مش مهيقها ليه هندرسون بياخد قرارات كتيرة القوالت بتاعته في الكورة ممكن ما تساعدوش فيها وعنده قوالتز كتيرة في الباص طب إنت بتكلم على أسماء كتير ما جبتش سيرة صبقة كبيرة تكلفت 90 مليون جنيس نونيز دروي النونيز طبعا واجه مشاكل في التأقلم لحد الآن مع أن البداية كانت تنزر يعني في مطش الدرعة الخيرية تفاقق على هلند جدا في المطش مثلا ولكن نونيز دوره الرئيسي في الفرقة أنا مش عارف أحدده برضو لحد دلوقتي أنا مش عارف أحدد هل كلوب عايز يبدل بي ماني ولا عايز يلعب بي سترايكر صريح أنا فعلا مش عارف دي بس هو حتى الآن على الورق بيلعب صلاح دياز نونيز مثلا صلاح دياز نونيز دي فيها مشكلة مش في نونيز ومش في صلاح مشكلتها حاليا في دياز مثلا وبرضو مش على المستوى المهاري مشكلة أنه بيبدل واحد بقاله سبع سنين في الفرقة ماسك الحتة دي هو مستحوذ عليها تماما هجوميا ودفاعيا وبيأثر في شكل ليفربول الدفاع والهجومي لووس دياز ممكن ياخد راحته أكتر لو في مهمة دفاعية شايلها عنه لعبة خط النص بالكفاءة الكافية وقدر يقديها كفاءة دياز أقل كثيرا من مانيه يعني احنا كنا بنشوف مانيه بيرجع في نص الملعب ويعمل تكلف وياخد الكرة ويطلع بيها هو بيحاول نفس المحاولات بس ما عندهش نفس القوة بالضبط ما عندهش نفس القوة عنده حاجات تانية في الكرة ممكن ما تكونش عند مانيه يعني عنده الأكسليريشن سريع جدا بدري يعني مانيه يوصل لأقصى سرعة إنما التاني سريع جدا في الشورت سبرينتس فهتا بيحتاج العفز يا دوة تقربوا منطقة الجزاء يبقى قريب دايما إنما بيجيطع مشاوير مش بتاعته ممكن يكتسبها سنة اتنين تلاتة بس يكون ليفربول نزل بقى في الكرة شوية يكون محمد صلاح عقده بيخلص فهتحتاج لعيب يبدل صلاحه ده بقى اللغز التاني فتحس إن الفرقة الضرب فيها مفاك زي ما بيقوله كده برحيل مانيه يعني الفرقة الضرب فيها مفاك الملعب زي ما بقولك وسع فيه مشاكل على مستوى الأظهرة كان محتاج يعني هو طبع ما كانش يقدر يقول لي مانيه ما تمشيش يعني لأن العيبش عايز يقعد ما ينفعش أقعده بس كان الموضوع محتاج شوية تفكير أكتر في كيفية استبدال الملعب بمانيه أنا مش بحب أقول نظرية إن مانيه هو السبب في مجد البلاء كل الناس دي كان وصلاح لو طلع من الملعب في الوقت ده برضو هيمرس تأثير أكبر بكتير وأنا بشوف إن فيرمينيو عدم مشاركته أساسيا السنة اللي فاتت أصارت أكيد أصارت بكتير لأنه بيخف الضغط بقى من تحت يعني فيرمينيو لو مالوش دور دفاعي بياخذ الكرة كتير تأحسن لعيب في الملعب كله في الحضاثة أصار بتوع ليفر بول بيعرف يحط الكرة في رجله ويحتفظ بيها ويطلع بيها ويطلع غيره فيعني كل دي عوامل كله ما حطهاش في اعتباره تقريبا يعني وهو بيمشي مانيه من غير بداية الواضحة في المركز صحيح أنا باتفق معاك إن لازم ليفر بول في فترة يعني أو فترة الانتقالات الشطوية وكاس العالم يستعيد تاني قوته بشكل كبير لأن الصراع بقى فوق سريع جدا جدا لو ليفر بول اتأخر أعتقد حيبعد خالص على المنافسة